الحمد لله مرسو الحمد لله طيب انحل ما احنا قولنا هنوقف نحل احنا مع بعض اول سؤال بيقول لي اول سؤال بيقول لي ورائتينج طبعا زي لو كان طبعا موجود في السؤال اول سؤال بيقول لي ليه بتكون لون لونه سيلبر لما بعمل هيتينج للمركة لكروفشغيت ليه يا احمد يصر مستر ماشي سنيه واحد الصرع مش عارف رمو خيب بينا عارف عمار ليه عمار بيتكون لون سيلبر كالر من هيتينج للمركة لكروفشغيت عشان ما استر المركة لجعل لونه الطبيعي يبع ديوتو فورميشن وفمين ديوتو فورميشن وفميركري ذات هزا سيلبر كالر تمام او باي سرمال هيتين او باي هيتين باي هيتين مركري كوبسايد تشينجد انتو مركري ذات هزا سيلبر كالر تمام نبتبقى الكميكا لجعل بتاعتنا اللي بتقول ان المركري كوبسايد اللي هو 2HGO باي هيتين يديني 2HG بلاس O2 طيب ده نمبر ون نمبر تو بيقولي formation of black substance باي هيتين بلو كبر هيدروكسايد هي عب بادر formation of black substance باي هيتين بلو كبر هيدروكسايد كبر هيدروكسايد اللي هو C-U-O-H اللي بيتكون عندي بلاك سبسايد عشان اي متل بيطلع عبلاك كولر من اي بقى بلاك كولر خروم بايه خروم كبر اوكسايد المضيبور سبسايد عشان هو أتالوكسايد براهو due to formation of copper oxide that has a black substance نumba Kopassan دي باي هيتين تديني parent cutor 繋د plus H2O اللي هو الواتر بابر امو نمبر سري برضو نفس الكلام بس هنا كبر صالفيت يبقى إيه السبب هنا فات ها يبقىenhيا ألي إنتي حبيب بلو كبر صالفيت ترني إنتو للك بيت такую لون القسود WHITE ترني�� Hispanic carbon oxide that has a black color and the carbon dioxide gas 이였 وبعد ذلك هو ولو الأولى ليس يقبضوك ذكب أولين آخر hombres بأن بأن سوف يكبر جميع غير أمان مردو نفس الفکر 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 The most Or يعني The more active element Substitute The less active element تمام يعني To arrange The metallic elements From the most active one To the least active one يعني To arrange the metallic elements Or the metals Descendly According to the degree Of chemical activity عاستقول كده ماشي وكل كده ماشي تمام 7 بوث aluminium and zinc react With the Liute Hydrochloric Acid كلهم من aluminium وكمان zinc react With the Liute Hydrochloric Acid ليه يا محمد يعطيها Because aluminium and zinc Comes before the hydrogen In the chemical activity series Very good ممتاز جدا Because aluminium and zinc Come before hydrogen In the chemical activity series عشان كده موهور اكتف زين المنبر نعم هاقول الكميكا ال A L plus H C L هايدديني A L C Aluminium Cloride Plus Hydrogen اوه هنا 3 تريبا وهنا 6 ودينا طبعا ال A Aluminium Cloride وهنا 2 plus 3 H2 هايدديني هايدديني طيب number 8 cover doesn't react with diluted hydrochloric acid ايه عمر because cover come after the hydrogen in the chemical activity series very good لان الكبر ده موجود بعد الhydrogen يبقى because cover come after hydrogen in the chemical activity series number وطبعا انا هكتبها مش هكي بيكشن لان الكبر مع الhydrochloric acid there is no reaction سارة في number 9 بيقول gold doesn't react with diluted acids نفس الفكرة because gold comes after the hydrogen so it cannot replace it in the chemical reaction كمان ايبق gold doesn't react with diluted acid because gold come after hydrogen بردو in a chemical activity series number 10 يسير بيقول لسو aluminium come before zinc in the chemical activity series aluminium delay after zinc in the reaction with the hydrochloric acid because aluminium is more active than zinc aluminium zinc aluminium come before zinc يعني اذا كما كنت اكتب تي سيريز aluminium delay after zinc هو المفروض aluminium بالفعل موجودة بالزنك بس الالمونيوم بيتأخر شوية عن الزنك بطيئة اكشرة مع الhydrochloric acid ايه السبب اللي خليها يحصل كده يا سيف because aluminium is more active because aluminium is more active لا ما انا بقول لك ده انا بثبت لك ان هو كده انا بثبت لك ان الالمونيوم is more active وده عشان more active يا سيف يبقى المفروض انه يحصل بسرعة لأكشن يتم اسرع وهو اللي يتم الاول لكن ده ما حصلش اخر الالمونيوم دي ليه after zinc اخر عن الزنك شوية فيه سبب بقى لكده فكروا اه لا اهبس بص يا سيف الالمونيوم نفسه هذا مثل is covered with a layer يعني its surface covered with a layer اللير دي اسمها aluminium oxide AL2O3 وطبعا الhydrochloric acid انا هضيفه دلوقتي على الالمونيوم مثل بس الالمونيوم بضغط بالسل فياخد وقت شوية عشان يعمل delay take time to delay or to react with aluminium oxide and then react with aluminium oxide وبعد شوية بقى يعوح يعمل الالمونيوم اللي اخره واللي عمله دل ايه هو reaction with aluminium oxide before reaction with aluminium oxide تمام خد وقت الأول عشان يعمل تفاعل مع الالمونيوم نفسه ويعمل له delay وبعدين يعمل له decay بعدين يروح يعمل reaction مع الالمونيوم نفسه واضح تمام احمد صفي يقول له الماجنيزيوم replace hydrogen of acid ايه 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 ليه المجنيزيوم بيعمل بلس الهدروجين الموجود في الاسد ايه ليه يا تانا ليه يا طبب ليه يا طبب ليه يا طبب نجرب كده نحط مجي مع ايه سي ايه تصدق ممكن يشيله ليه بقى اي اي يعني اقول للمركب نفسه يبقى امز ازاي ايه اقول لي ايه الناتج وكمان اقول لي ليه حصل كده معنا مش عارف ليه حصل كده بس هتبقى ايه بلاس لام جي سي اللي طيب بيري وفعلا ام جي سي او بلاس هيدروجين جن كمان بس ده حصل ليه بقى بيكوز ماجنيزيوم اسمور اكتب زي هيدروجين او بيكوز ماجنيزيوم كم بيفور هيدروجين ان كيميكال اكتب زي صح ودي صح ماشي يا بطل صح امام لدينا المور اكتب بيحل اللي ساكتب من مكان والهايدروجين اقل منه في الاكتب يعني الماجنيزيوم طيب الماجنيزيوم سبسيتيوت كبر ان كبر صلفي تسيليوشن لو جبتي انا الماجنيزيوم ده يا احمد يا صور وحطيته مع مين مع كبر صلفي تل وهو سي يو اس او فور هل بيعملو ريبليس ولا ما قدرش طبعا يقدر وانا قلت انه ليه عشان الماجنيزيوم كم بيفور كبر ان كيميكال اكتب زي عنه يدينا ايه بقى هيديني مصر ام جي اس او فور بلس سي يو دي بوزر ادي او سي عشان كده دايما اللي الاجشن ده مشكور انك تقدر تشوف ريد 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 كبر اس فور ميت انزيين دو درياكشن وانا كالورلس ماجنيزيوم سوفيت اس فور ماجنيزيوم سوفيت اللي بيتكون عندك ده كالورلس ماجيزيوم اصلا طيب اسفر اللي بقى يا عمار انت كده ايه جوزت انت كده زي الفور ماشا طيب نمبر سرتيم يا عمار بولي الكيرنس between ماجنيزيوم and كبر سوفيت سوفيت اللي بيحصر بيحصر دي اكشن ما بين الماجنيزيوم والكبر سوفيت بكوز ماجنيزيوم بكوز ماجنيزيوم becomes before the كبر in the chemical activity series وبعدين اكتب الاكويتش انا مستقر تمام صح كده م جي اس او فور اه لسه كدبينها دلوقتي لا قصدك الماجنيزيان مع الكبر صالفيت اللي هو سيو اس او فور في يوم يديه من صالفيت بلس كبر اس دي وزي تمامك موتين طيب 14 بولı when magnesium is added to a كبر sulfate solution او و او blue color of surrounding magnesium نفس ال backwards نفس subscription تانية بدأ يعني في راس بلونه أحمر في راس بلونه أحمر في راس بلونه أحمر بيتكون مش عارف بس مش عارف طيب إناس عارفة حبيبة ما هي نفس الفكرة مش ألمونيوم بقى أنا ما فيهاش ألمونيوم هو برضو مجنيزيا مع كبر سلطين بيديني راس بلونه أحمر ليه بتكون حاجة لونها أحمر بقى طيب إناس عارفة مجنيزيا مع كبر سلطيني مجنيزيا مع كبر سلطيني كاتبناها ثلاث مرات لحد دلوقتي مجنيزيا مع كبر سلطيني ويحصر the action بين وبين المجنيزيوم المجنيزيوم is come before cover يعني more active than cover يقدر يعمل replacing the cover from its source ويكون لك مين مجنيزيوم sulfate and the cover is dosed تقام؟ أوكي طيب مين بقى أنوكزة ده؟ مين اللي كتب اسمه أنوكزة ده؟ ها؟ ده آنس عشر طيب مكتبش لي أنه هو آنس عشر بسر هو ده بسر اسم الدلعف عشان كده يعني هو آنس انتم متأكدين يعني؟ آوه أعنب به أعنب سر دانس خلاص تمام طارق وان اتس فاون وان افتسكول جاسكي بينج سيلفر نايتريت سيليوشن ان ان الامنيوم كونتينر في واحد لأن دي مشكلة كبيرة جدا او تعجب جدا لما لقى از واحد زميله في المدرسة بيحط سيلفر نايتريت سيليوشن في الامنيوم كونتينر ايه ايه المشكلة في كده ايه المشكلة في كده اين ااا ما هي ايا نفس الي جابه اللي فوق اوتينا هي نفس السؤال اوتينا اوه لي حزن سيلفر نايتريت هو اي جي ان وثري تضيف عليهلمونيوم يبقى كارثة و مصيبة ليه لان الامنیوم هيعمل SPL كماما الكونتينر اللي بتحاطط فيه او بتحافظ على SPL فيه هيكون سبب انه يتياكل وتخسر السلبر من الوصف تمام؟ ماينتي اسكستين اللي بعده يا محمد يا احمد بيقول لي بيحصل يعني فوران اول ما تحط قطعة من الالمونيوم مع ضليوت الهدروكتوريك اسد للفوران ده معناه ان فيه حاجة طبعة اللي هو هي ايه؟ يبقى تكتب الإكوائشن عشان تفهم ايه اللي حصل شرح يا محمد ويقول لك البيسوف الالمونيوم از اادت تود اليوت هدروكتوريك اسد يبقى دي الالمونيوم اللي هضيفه على الهدروكتوريك اسد يقومي اديني ايه؟ نكتب هنا 6 وهنا ايه؟ 3 ويديني 3 الالمينيوم كلورايد بلس ها؟ 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 بس وتكتب لي كوشنا سيفنتين يا محمد هاني بيقول لي اوائد برسفتة ديسفورمت ان ادنج سلفر نايتريد سليوشن تواسوديوم كلورايد سليوشن ليه بيتكون راسي بلونه أبيض لما حطوا سوديوم كلورايد مع سلفر نايتريد السلفر نايتريد هو اي جي انه سري هضيف عليه سوديوم كلورايد يا محمد اللي هو اني سيال ليه بقى بيتكون راسي بلونه أبيض بقى سوديوم سبستيتيوت ده سلفر بقىش هيحصل دبل سبستيوشن يا محمد ويتكون دي حاجة هتتكون والحاجة اللي هتتكون دي محمد اللي هي مين بقى على نعمل دبل سبستيوشن السلبر نايتريد ناسمه مصين والسلفر نايتريد ويبقى ده بوزطب وده نيجاتيب وده بوزطب وده نيجاتيب والبوزطب اللي هنا يروح ياخد النيجاتي باللي هنا والبوزطب اللي هنا يروح ياخد الي نيجاتي باللي هنا ويتكون عندك سيلبر كلورايد وسوديوم ميتريد يبقى statistics وسلت تانى بس لا نزول سيلرب هو يهضوش بالمية تر الممى بالماء كانت مادر به لك راسي بلونه إيه بلونه أبيض يبدعم O السهم التحت دي معناها انه بيبقى بيكون برسيبت واصل وراسل دلون وايه دلون وايه يبنقول due to formation of silver chloride which doesn't resolve the same بس او double substitution reaction to take place to reduce silver chloride that doesn't resolve the same طيب محمد عطيه بيقولي في نمبر 18 في نمبر 18 in the reaction H2 plus copper oxide on heating in the water H2O plus copper الhydrogen is considered a reducing agent while copper oxide is considered an oxidizing agent ليه؟ ليه؟ because hydrogen takes oxygen from the copper oxide ليه؟ 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 بيقولي بقى sodium here is considered as a reducing agent while chlorine is considered an oxidizing agent ليه؟ ليه عمر؟ ليه؟ 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 طيب السؤال البعضي أصار بيقولي only action between sodium and chlorine to form a sodium chloride oxidation and reduction process occurs under no absence of oxygen بالرغم من عدم موجود oxygen أصلا إلا أن the oxidation reduction reaction تحصل لما بنضيف السودوم على الكولورين عشان نكون sodium chloride لما بنضيف السودومية؟ لكن المنضيف услير ذلك؟ ليه؟ نعم aptية ذلك؟ 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 أناً طبي . ذلك عملية ذلكborn ذلك من الكثير من المتالين آخر سؤال بقى يا أحمد يا صقي بيقول لين بنقول عليهم that happens at the same time ليه لكسيدation بيحصلوا لاثنين تنفس الوقت ليه ليه يا حمد يا صقي تبع مصر ثانية واحدة Oxidation because the number of gained electrons in the radioaction process equals the number of lost electrons in the oxidation process رستار تمام يا أحمد بص يا أحمد because the number of electrons which lose equal to the number of electrons which gained by the بيش كلورين ولا بتاع ما اشي بيش the number of electrons which lose equal to the number of electrons which gained برشاكتا طبعا لازم الدرس ده لازم نطلع منه بالchemical reactions كلها حفظة طبعا نبديه معانا مراجعة تاني قريب ان شاء الله برشاكتا برشاكتا مراجعة تاني قريب ممكن مسلا في المتال اوكسايد ممكن يقول لي مثل كير مثلا سرقون ولا لا لا يا أحمد بتقول لي أنه سمح حاج المتال اوكسايد احنا عندنا ميتال واكسجين جاس صح لا متال اوكسايد متال اوكسايد زي اي ممكن يجيب لي مثلا أي حاجة تاني غير المتال لا مش يعني مش موجود لا هو لازم بمتال اصدك متال تاني اه متال تاني اصد اي لا في دي ما بيجيبش مش في دي اللي بيجيب بيجيب لك دي مثلا ح hacen protocols هي هي الاتين هي الآخرين هو كالسيوم seed كالسيوم هايدروكسايد karонов انت لا مكسدة طيب تعرف انا اخد introduction بسيطة كده على listen to طيب اول حاجة احنا فهمناها ان chemical reaction بيحصل فيه ايه breaking down of bones that exist in the or that exist between ده اللي موجود بين reactance molecules breaking the bones that exist بالفعل and the forming of a new forming of a new bond between the reactance molecules bonds جدا بتتكون between the reactance molecules طيب هو reaction عمتمMish must be take a time اي reaction بياخد وقت تمام زي مثلا لما بيجيب ارث القواردة وتطروا في الماء يحصل teach atd 혹 السن ده هو جاس خارج وده reaction حصل بس انت شفت ال reaction ده حصل مثلا within one minute Some reactions تانية أو other reactions تانية ممكن تاخد millions of years Some reactions may take a few hours Reactions تانية take more more time وفي reaction هو هو نفس الرياكشن تأثر عليه بفاكتورز معينة تعمله speed up وفي reaction هو هو تعمله برضو أو تأثر عليه بفاكتورز معينة تعمله slow down تخيلوا يبقى الكيميكا الرياكشن ليها speed ليها سرعة سرعة أو rate rate معناها the amount of change in time يعني مقدار قدوس التفاعل بس بالنسبة للزمن اسمه rate أو speed يعني يعني الرياكشن ده بياخد وقت لدي إيه هو بصعب طيب عندي examples على reactions أو chemical reactions اللي هي بنقول عليها very fast reactions الرياكشن الرياكشن ده زي الفايروورج بتي بقى take a very short time very short time تكش تقريبا one second ويحصل الرياكشن تماما يبقى very fast reactions that takes place in a very short time يعني وقت يعد طبعا بالإيه بالسوء في بعض الرياكشن الثانية زيكا relative time relatively slow reactions عليها relative short time يعني هو تفاعل بس بياخد وقت زيادة شوية عن ال very fast reactions يعني ممكن يحصل التفاعل في دقائق كثيرة أو في ساعة أو ساعتين أو ساعتين زي الصابوني فيكيشن رياكشن طبعا صابوني فيكيشن يعني formation of soap تكوين الصابون وتكوين الصابون ده بيبقى by reaction between sodium hydroxide اللي هو acoustic soda and oils ال oils أو fats اللي هي الدهون والزيود لأنه نضيف عليها sodium hydroxide يديك صابون تمام؟ ربما يكون في حد فيكو عملوا في البيت قبل كده أو صانع صابون قبل يبقى very fast reactions دي ما بتاخدش سواني وrelatively slow reactions يعني هي reactions ولكن بتحصل فيه more time شوية أكتر شوية ساعات في بقى reactions تانية that takes place very for several months وتبقى very slow reactions very slow reactions because it takes several months ممكن تاخد شهور عشان تحصل زي rusting reactions صادع الحليب بياخد شهور وحيانا سنين عشان يبقى وشجال بيبقى مستمر بأقرار تطور تمام؟ several months ده طبعا تفاعل بطيء جدا في بقى too slow reactions مش بري لا ده too slow reactions تفاعلات بتاخد millions of years زي reaction of formation of oil أو formation of oil inside the earth تكون زيت البترول في بطن الأرض ده بياخد millions of years يبقى أنا من الإجزامبلز المختلفة دي كلها chemical reactions ولكن take a different time it has a different speed كل chemical reaction وليه speed مختلفة عن 2 احنا بقى عايزين نسأل سؤال how we can determine the speed of the chemical reaction and how we can change the speed of the chemical reaction ازاي نعمل determination نعرف سرعته هو بطيء ولا التفاعل ده بطيء ولا سريع وكمان ايه هي الفاكتورز اللي ممكن نعمل لها change او نغيرها فتقوم غيرها لي في سرعة فتقوم غيرها how we can change the speed of the chemical reaction by changing the factors that affect the speed of the chemical reaction انت بتغير فاكتورز معينة تغير لك من سرعة طيب يا ترى زي ايه مثلا تعال الأول نفهم الكنسيبت نفسه of the speed of the chemical reaction الدياجرام اللي قدامك ده هوضح لك يعني speed of the chemical reaction how the reactance changed by time into growth يعني ازاي تضيف reactance على بعضها تعمل تفاعل within time وفي النهاية تديك كومبونز جديدة اسمها reactance في البداية خالص قبل ما يحصل الرياكشن الكنتينر اللي عندك contains only reactance يعني ما بيحتويش غير على الرياكشن بس المتفاعلات بس عشان كده in the beginning of the reaction the concentration of the reactance must be equal 100% reactance اللي هي المتفاعلات في الكنتينر اللي بتعمل في الرياكشن نثبتها 100% موجودة موجودة عندك فقط هو مين في الرياكشن موجودة نثبتها 100% نثبتها 0000% عددها بتزيد الكرات دي الأحمر وأزرد اعتبارا طبعا أو دليل على الرياكتنس والرياكتنس يبا this means that the concentration of the reactance within time will decrease يبا الكونسانتريشن هيبتلي يقل مع مرور الزمن بتاع الرياكتنس لحد ما في النهاية الرياكتنس تختفي تماما The end of the reaction the reactance will be equal 0% Its concentration equal 0 خلاص ما بقيتش موجود تمام طب إنزا add the end of the reaction نهاية التفاعل بقى اللي هيحصل إن كل البرودات أو كل الرياكتنس تحولت خلاصة البرودات فبقى كل اللي موجود عبارة عن برودات بس تمام يبقى برودات would be 100% مقتنعين بالتلام ده ولو مش مقتنعين يعني مم مقتنعين حد عنده سؤال طيب مش فهمها طيب حد مش فهم المعنى دي نقوله تاني لو في بداية التفاعل عملت reaction معين الرياكتنس بس هي اللي نزدتها 100% بعد إن النسبة تبتدي تقل 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 كرياكتنس لحد ما تتحول كلها لبرودات فبالتالي الرياكتنس خلصة فبقى صفرة في المية لكن في بداية التفاعل في بداية الرياكتنس البرودات تبقى مش موجودة فبتبقى صفرة وفي نهاية التفاعل البرودات تبقى 100% تبقى في ملخص اللي أنا بقوله In the beginning of the reaction the concentration of the reactance 100% and the product 0% At the end of the reaction the product will be equal 100% and the reactance will be 0% فبزا نقدر نعمل determining للأمount للconcentration ده بنقول عليه مول بير ليتر لها measuring unit اسمها مول بير ليتر مول لكل الاترى هي real measuring unit of concentration اوكي تمام اه تمام نعم ممكن رأى تمال حتى لفتدات تانية كده سرعين حاضر طب يا رأيك تستنى شوية وقوله هلك على reaction معين أو هي طالع ونازل وكله زي كله بس على reaction بقى هتوضح أكثر على فكرة تمام بقى بالسبيد معناها change in the concentration of the reactance and the resultant reactance and the resultant اللي هالبرودكس يعني مينة يوني تايم أو اهتا يوني تايم يعني مع مرور الوقت مع مرور الوقت reactance تتحول لبرودكس في نهاية reaction في نهاية طيب حيخد اجزاميل على الكلام ده لو كان مثلا بيحصل reaction with changing أو sermant decomposition مين نيتروزوكس 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 like a concentration من النيتروزوكس هي بكون فين؟ في البداية لان النيتروزوكس ما نتحولش لسه زي ما هو طيب بعد ما الوقت يعدي يعني بعد ما يعدي ثانيتين النيتروزوكس هيفضل زي ما هو أchat؟ مثل hadn't been يعني ايه؟ يعني البرسنتج بتاعك هتبتك بيبتك بدك الثانية نيثبتك الثانية تقل مع مرور الزمن لحد ما في نهاية التفاعل خالص مش هتلاقيه هيبقى بقى صفرة خلاص بقى الكنسنتريشن بتاعه مش موجود ليه؟ عشان في نفس الوقت اللي بيحصل فيه بيحصل فيه بيحصله واللي كنين بيطلعوا نسبتهم بتزيد مع مرور الوقت يعني الوقت اللي بيحصل فيه بيحصل ديكريزنج في الناتروجين وديكريزنج في البرسنتج يعني الرياكتنس نسبتها بتقل والبرودكس نسبتها بتزيد مع مرور الوقت اي كيميكا الرياكشن في الدنيا بيبقى بالطريقة دي لازم يكون ده بيحصل الرياكتنس بتقل لنسبتها مع مرور الوقت والبرودكس بتزيد نسبتها مع مرور الوقت لحد ما ينبقى في نهاية التفاعل ما عنديش خلصت انتهت اتحولت كلها خلاص إلى برودس والبرودس هي اللي عندي بنسبة كبيرة هي 100% واضح? واضح يا مستر كمان اسمال بقى هنا هو ليه يا مستر وانت بتعمل واحد فيهم نيتروجين دايكسايد والتاني اوكسجين جاز ليه النايتروجين هو اللي فوق والكبير وليه النايتروجين دايكسايد وليه الاوكسجين هو اللي صغير كده ليه هو الخط اللي تحت اللي نسبته قليلة قال لي عشان النسبة اللي ما بينهم لما خرجوا كانت نسبة 4 إلى 1 نسبة 4 إلى 2 إلى 1 ليه لما عملت بالانسين كل 4 موليكيول زي من النايتروجين دايكسايد بيمثلهم او بيطلع معاهم 1 موليكول من الأوكسجين جاز فانت لو جبت مثلا شفت الراسمة دي هتلاقي ان الأوكسجين بيبعد مربع واحد اهو مربع واحد النايتروجين الواحد بيقابله كام؟ بيقابله 4 اه فعلا ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 2 ده أربع مربعات إلى واحد يعني النسبة هي نسبة 4 إلى 1 عشان كده لازم يكون النايتروجين دايكسايد هو الأكتر بيقابله اوكي 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 امس نولتين الميتروجين بينتاكسايد بيحصله بيحصله خاضر بيحصل يعني بريكينج داون الميتروجين بينتاكسايد into نسبة ما بينهم البرودكس لما بتتحول البنتاكسايد ده يتحول النايتروجين دايكسايد اوكسجين جاز بنسبة معينة وإذا كن زي اي ريكشن في الدنيا البرودكس بقى بنسبة كام لكام بنسبة 4 إلى 1 يعني كل واحد ملوكيول من الأكسجين بيطلع معاه 4 ملطول زي من النايتروجين دايكسايد هو اللي نسبته أعلى هو اللي بيكون نسبته أعلى في البرودكس بالنسبة 4 مرات ادي 4 مرات عشان كده لما جيت رسنت من الأكسجين جاز وهو طالع يعني مثلا المربعات اللي انا بقولها دي عشان تأكد الكلام اللي انا بقوله لان كل مربع طبعا او كل رقم من دول الفرق بينه وبين الثاني قيمة سابقة فالمربع الواحد هنا بيمثل 1 لكن ده 1 2 3 4 يبقى النسبة ما بينهم هي نسبة 4 الواحد بين مين ومين بين النايتروجين دايكسايد والاكسجين بس هو ده اللي انا بقولك وليه انا كتبت ال او فوق وليه كتبت الاكسجين تحت عشان نسبة ال او اكبر من نسبة الاكسجين ده نسبة اربعة ده نسبة واحد بس ده عدده اربع مرات تمام تمام يبقى لما جسلك عن the speed of the chemical reaction واللي هي the rate of the change of the reactance to product within time أو أكل يوم الطائب معدل تضير ال reactance إلى product تحول ال reactance إلى product ولكن ده في خلال زمن اوكي يبقى at the beginning of the reaction يبقى طبعاً النيتروجين بنتاكسايد هو اللارجست هو اللي نسبيته 100% والسمولست 0% يعني هو نيتروجين بنتاكسايد يعني اكسجين جاس يترمده فيه at the beginning يعني في بداية الدفاع after passing time يعني مع مرور الزمن أتلاقي إن اللي كان 100% يبتدى يقل واللي كان 0% بدأ يزيل يعني تتعكس بقى يتعكس يبقى at the end of the reaction وفي نهاية ال reaction يحصل العبس when the concentration of the reactants becomes smallest will concentration of the products become largest يبقى الproduct هو اللي يكون أعلى 100% والreactants هي اللي تكون أقل هي اللي تبقى 0% طبعاً تمام وهو إداني برضو إيجامبيل تاني بيقول لي عندي 2x إديتني 2y plus z مين يا ترى هنا 2x أو مين ال-x عن متن اللي بيقل ولا اللي بيزيد مين ال-x 1 ولا 2 ولا 3 ال-x هنا reactants والreactants بتقل ولا بتزيد مين اللي بيقل هنا اللي لونه أخضر ولا أزرق ولا أحمر مين اللي بيقل مع مرور الزمن يا اللي بيقل بالزمن 1 ولا توال 3 اللي بيقل 3-1 1 يا أخوة 1 1 اللي بيقل مع مرور الزمن بيقل للتاح بقى نمبر 1 ده هو ال-x طب مين ال-y ومين الزلم شوف الراتιο بص على الراتιο مين عرفها مين ال-y ومين الزلم ال-y هتبقى مين 3-1 خط بيقل طعم الشام 1-y 3-1 وزل ده 2-1 تمامي بل y هي 3 والزل هي 2 ليه عشان يغيشوا ما بينهم نسبة 2 إلى 1 يعني ال-y كامي قلتك حد سمعني انا مستر انا سمعك يا رب تكونوا كلوك سمعني طيب هو ال-net بيجيب آخر معايا كمم هنوقف لحد هنا ونكمل ان شاء الله الدرس ده الحصة الجاية عايزكو تكملولي حل اسئلة listen one بردو استنوا على listen two بقيت نحلش على حاجة listen two listen one عايزك تحل عليه اللي ما تحلش تاني بقيت الاسئلة واي حاجة توقف قدامك يبقى تحلش في أي لحظة حد عايزي سأل حاجة نعم شكرا لا الحمد لله الحمد لله شوفكم الحصة الجاية ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة